بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس ماكيسال رئيس جمهورية السنغال الشقيقة ورئيس الاتحاد الأفريقي فخامة رئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا أخلافية فخامة رئيس بول كاجامي رئيس رواندا أصحاب المعالي رؤساء الدول والحكومات السيدة الحضور أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم هذا المؤتمر الخاص بتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا وأنقل لكم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكم جميعا وكان يتمنى أن يكون معنا اليوم وأود أن أعبر عن خالص امتناني وشكري لتنظيم هذه القمة التي تعني بدعم مواقف القارة الأفريقية في كافة المجالات وأود أن أشكر أيضا الأمين العام لتنظيم هذه القمة التي تعني بأن أفريقيا منذ ألفين تلاتة وعشرين فإن أفريقيا فإننا نلاتي مما كبيرا لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي أودا في إطار الأجندة الأفريقية ألفين تلاتة وستين فمنذ فقد مضى تسعة سنوات على وهذا المؤتمر يبين بشدة الأهمية التي نوليها جميعا للقارة الأفريقية والتنمية في القارة والتحديات التي تحتاجها قاراتنا الأفريقية على التوالي واسمحوا لي أيضا أن مصر تولي اهتماما كبيرا إلى قضايا التنمية وبها تدور عجلة التنمية الآن في مختلف المجالات بتعاون مع البنك الدولي وأود بهذه المناسبة أن تحقيق أو تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات للوصول إلى التنمية في أفريقيا بعض المشروعات من بينها مشروع الربط النهري بين بحيرة أفريقيا ومصر وهي جهود مبزولة هناك جهود مبزولة في هذا الإطار وقد قامت مصر بعقد اجتماعا وزاريا على أعلى مستوى لمناقشة هذا المشروع وثانيا أن الدول الأفريقية فهي بحاجة إلى دعم الدولي وقاري وسياسي فيما يتعلق بالاستثمارات في أفريقيا وقد أصدرنا وثيقتان بهذا الصدد مشروع الاستثمارات ومشروع قناة السويس الذي تجذب الاستثمارات ثالثا هناك إن مصر تتستعد لاستقطاب الخبرات المختلفة وتنفيذ مشروعات تتجاوز المئة مليار دولار وذلك بالرغم من الصعوبات التي تواجهها وهي تخلق فرص عمل تتجاوز الخمسة مليون فرصة وهي مشروعات ضخمة ونحن نحن في طريق بناء وعلى سبيل المثال هناك كفاءات عديدة في أفريقيا جاهزة لمشاركة مستعدة لمشاركة الخبرات رابعا فإن الشركات الدولية لها دور كبير في مجال الاستثمارات المختلفة وفي مجال تخفيف الدين المحلي ونحن نحتاج إلى الدعم وفي مجال المشاركة في ان افريقيا يجب ان تكون في محور اهتمام العالم كله ونتذكر منذ أن مصر تعلن دائما ريادتها لكافة المشروعات المعنية بالتنمية في أفريقيا واهتمامها وتولي اهتماما بالقارة الأفريقية وخاصة في ظل الزروف التي يمر بها العالم أجمع والتحديات الكثيرة أعتقد أننا يمكننا أعتقد أننا يمكننا الوصول إلى الشركات مختلفة وتشجيع الاستثمارات في أفريقيا وذلك من أجل تحقيق مستقبل أفضل للقارة السمراء أشكركم على حسن استضافتكم وأتمنى لهذه القمة الوصول إلى نتائج مثمرة أشكركم مستقبل أفريقيا شكرا مستقبل أفريقيا شكرا